بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اعضاء صفحتنا المحترمين صفحة بعد الماتش مع محمد مصطفى على الفيسبوك بسلم عليكم جميعا جمهور نادي الزمالك النادي الاكسر تتويجا بالبطلاتة الافريقية في القرن العشرين نادي الكرامة بحق وحقيقية حكيت بسلم عليكم ويه نستعزن حضراتكم لو لسه اهو مرة اتفرج علينا وما عملتش اعجاب للصفحة فاكيد هيسعيدنا انك تكون ضمن اعضاء متابعين صفحة الفيسبوك بعد الماتش مع محمد مصطفى ونستأزن حضرتك في لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل صوتنا الى ابعد مدى اكيد انا باعتذر لكم اني بقالي كتير مكسر معاكم ما ندردش كده بشكل عام ولغاية لما اللايك والشير يزيد والناس تزيد ونتكلم مرة واحدة عشان ما نقيدش الكلام تاني اكيد باعتذر لحضراتكم اني مكسر معاكم بقالي فترة بطلع على اليوتيوب فقط ويمقصرين معاكم في الفيسبوك ولكن بنحاول ننزل بعض الفيديوهات عشان خاطر الناس برضو يكونوا معنا ويكونوا متواجدين معنا فانتوا عارفين الناس اللي حبت تابعنا بشكل يومي انا موجود على يوتيوب يوميا مرتين او تلات مرات في اليوم على حسب الاخبار والاحداث اللي موجودة على الساحة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة معركة نادي الزمالك مع المنظومة معركة نادي الزمالك كانت مع منظومة فازدة انما الان معركة نادي الزمالك اصبحت بين مجلس ادارته وجماهيره خلونا ناخد الموضوع يعني بشكل في تسلسل للاحداث نادي الزمالك كان ليه اربع مطالب ابرزهم تحويل الحكام للتحقيق ويتوقفوا زي ما الاهلي الحاكم اللي ما بيعجبوش بيوقف وبينفيه برا البلاد زي محمود عشور من ساعة ما الاهلي زعل منه ودخله في سنة او سنوي محمود عشور اتنفى برا البلد ما تعرفش اراضيه دلوقتي عايش ولا ميت صاحي ولا نايم بيأكل بيتزا ولا بيأكل تين شوكي ليه عشان زعل الاهلي اتنفى انما نادي الزمالك تطالب بالتحقيق مع التحكيم طلع اتحاد الكورة لعبهم تاني هو وطلع لسانه للزمالك جيه بعد كده اتحاد الكورة قال عاوز بقى يرادي الزمالك او مش يرادي الزمالك يتحكوا على جمهير الزمالك هنبقى نحول الحكام اللي عملوا اخطاء في الجوالات ما قالوش الزمالك والمصري لأ في الجوالات مستكبر جمال علام يقول هنحقق في حكام الزمالك والمصري مستكبر جمال علام الصحابي صحفيين اللي بيغطوا اخبار النادي الاهلي قالوا لي يا محمد راح للخطيب مكتبه وكان واقف حاطة ورق كده وواقف عامل كده والخطيب معا مكالمة كان مستنيه يخلص ويدخل يقابله جمال علام اللي جامد اوه عالزمالك شديد عالزمالك فبيقولك هنحول الحكام اللي عملوا اخطاء في الجوالات مستكبر يقول الزمالك فزمالك ماخدش حقه في التحكيم انت عملتلي ايه جدول الدوري اتحط زي ما هو ما تغيرش الدور التاني قبل الدور الاول بازراميد ايه اللي اتحقق عامر حسين هيمشي عامر حسين هو اللي حطت الجدول قبل ما يمشي بالمناسبة وعمر حسين مش هيمشي مش هيمشي ليه لانه عضو رابطة يعني اتحاد الكرة ماشي بعد شهرين فعمر حسين ماشي بعد شهرين انما عامر حسين عضو رابطة الاندية بالانتخابات مش هيمشي بتحكوا عليه عامر حسين موجود طب لجنة المسابقات عامر حسين واخد اجازة واللي بيمضي النائب بتاعه مش عارف العقيد او اللوة محمد فهيم نائب بتاعه عشان واخد اجازة طب تعالى اديك دليلي كلامي عامر حسين كان موجود النهاردة في المهزلة اللي حصلت بتاعت سموحة وبيرامتز يعني بنتكلم عليها بكرة والقوانين واللواقح والصح مع مين والغلط مع مين والكلام ده كله فعامر حسين موجود ممشيش زمالك منازل بها انه يقولك احنا اخدنا مكتسبات مكتسبات ايه مكتسبات ايه اللي انت اخدتها انت بتضحك على جماهيرك انت ماخدتش حاجة انت زمالك قبل المشكلة دي زمالك كانت قوته نص ونص دلوقت الزمالك مالوش قوة جمال علام اللي بترعب من الخطيب عمل عليك جدعة احمد دياب اللي بترعب من الخطيب عمل عليك جدعة عامر حسين اللي الخطيب مشغله عمل عليك جدعة سروة سويلم اللي ما يقدرش لو كان الاهلي ما كانش يقدر سروة سويلم يطلع يقول بيم طلع وعمل عليك جدعة كلهم عملوا عليك جدعة ليه؟ عشان انت مجلس ادارة ضعيف عشان انت مجلس ادارة خايف يا اخي امشي يا اخي عليك ضغوطات من فوق عليك ضغوطات من فوق اوكي تحيا اللي فوق اي حد فوق يعيش انا بحب اللي فوق اللي فوق دول مية مية عملوا عليك ضغوطات قدم استقالتك واحنا هنفهم ان اللي فوق متحكم في اللي تحت ودول مش عايزين دول فدول يقدموا استقالة ويمشوا عشان يمشوا بكرامة قدام دول فاكرين عاد الامام في مسلسل ناجع طالله دول عاوزين دول فدول مش عاوزين دول ودول مش عاوزين يعملوا لايك وشير لي دول صح؟ المهم فنزل بيان منذ قليل من 3 ورقات بيان ماسخ زي البيانات الماسخة مش عارفت كم تنحسين لبيب ايام ما كان في اللجنة بياناته كانت اقوى من كده بياناته كانت اقوى من كده في ناس بتقولي الصوت مش واضح فهل الصوت مش واضح ولا مش واضح؟ استاذن حضراتكم تردوا علي الصوت واضح ولا مش واضح عشان اكمل انا مش اكمل الا لما تردوا علي تقولولي هل الصوت واضح؟ ولا الصوت في مشكلة؟ بيقطع ضعيف؟ انا بسم الله ما شاء الله صوت يعاني والمايك كويس هل الصوت كويس؟ ولا مش كويس؟ استاذ اهاب الصوي بيقول واضح استاذ فهد بيقول واضح تمام؟ محمد سامي بيقول واضح واستاذ كمال اه اسعد بيقول واضح واستاذ طلعت ماشي الصوت واضح تمام 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 خالص الزمالك عمل ايه؟ الزمالك راح للاهلي راح مخبط عليه احكي لك اللي حصل بشكل كوميدي ايوة مين؟ ايوة يا اهلي انا الزمالك حبيبك اتفضل اتفضل التالت نقاط دول بتوع ماشي كمة انا مش لعب وكمان هنسحب وكمان تريح اسبوع يا اهلي مش هتلعب مع الزمالك فضل يا اهلي ايه الاهلي ما سدق قال لك بسم الله وماشاء الله شكرا يا زمالك نشكركم على حسن تعاونكم معنا ادتني تلاتة بونت وكان ممكن الزمالك يتعادل مع الاهلي فيعطل الاهلي في برامدز يبقى عنده الافضلية انه ياخد الدوري فالزمالك يتعادل او يكسب الاهلي يبقى سمك كسبت الاهلي رايح جاي هذا الموسم لا Cooper الزمالك رايح الاهلي والاهلي اخد ثلاثة بونت والاهلي رايح اسبوع ملعبش نادي الزمالك وكمان الزمالك تخصم منه 6 نقاط وكمان مجلس الادارة اللي كان هو والمدرج خدوا بالكم من الكلمة دي وحطوا اللي بينكم صين عشان هرجع لها دلوقتي المدرج اللي كان مع مجلس ادارته كده مجلس الادارة فقط المدرج وانا جاي لكم دلوقتي مجلس الإدارة فقد المدرج وفقد الجماهير وويه كسب الخطيب وكسب عمر حسين وكسب أحمد دياب وكسب الناس اللي فوق مين الناس اللي فوق في الدور التالت أو التاني أو الرابع أو الخامس وتبر كسبهم وخسر المدرج لو كان كابتن حسين لبيب لو كان لبيب فعلا بدون تفاصيل لأن التفاصيل تضرني ما تنفعنيش لو كان الكابتن حسين لبيب ما كانش خسر جمهور المدرج لأن جمهور المدرج بيحب الزمالك قوي وبينفع بس للأسف معرفش يستغله بما يفيد مصالح نادي الزمالك فمجلس إدارة نادي الزمالك خسر كل حاجة طب أنا عايز أسألك سؤال وترد عليه في التعليقات استأذنك رد عليه في التعليقات لو الزمالك لعب بيرامدز وتعادل مع بيرامدز أو كسبه مش يبقى كده الزمالك عطل بيرامدز وانسحبت قصاد الأهلي فالزمالك عمل مصلحة مع الأهلي حلوة وداله ثلاثة بند بدون ما الأهلي يلعب صح؟ وجه الزمالك يلعب مع بيرامدز تعادل أو كسب الزمالك فعطل بيرامدز فالزمالك ممكن مش ممكن ده أكيد الكابتن حسين لبيب باللي عمله بمجلس إدارة نادي الزمالك باللي عمله يهدي الأهلي الدوري على طبق من دهب والنادي الأهلي في نهاية الموسم يقول إيه؟ النادي الأهلي يبعت رسالة لنادي الزمالك وهم بيشربوا نخ بالدوري نشكركم على حسن تعاونكم معنا قدتني ثلاثة بنت وأنا قاعد ريحت ووقعت بيرامدز وتعادلت معاقا وكسبت قادي مجلس إدارة نادي الزمالك وقبل كده أخذ غرامة كهرباء بالمصري قاعدنا نقول خدها بالدولار إحنا سمعين أنباء إن فيه تعاوين جاي خدها بالدولار الدولار كان ساعتها بتلاتين جنيه دلوقت الدولار بقى بتمانية واربعين يعني فارق حوالي سبعتاشر جنيه خدها بالدولار إنت محتاج عملة صعبة إنت عندك مدرب أجنبي عندك لعيب أجانب عندك مستحقات في الفيفا وغرامات اللي سبها لنا حزبي الله ونعمل وكيل فيه تاني حزبي الله ونعمل وكيل فيه اللي سبنا متكتفين إيدينا ورجلنا على شريط القطر سبنا بستة مليون دولار غرامات فأخدوا غرامة كهرباء بالمصري وكمان عملوا واجب مع كهرباء كهرباء ما كانش معها تسعة مليون رح كتب بهم شيك يستحق في شهر تمانية أو تسعة اللي جاي يعني بصراحة مجلس إدارة تحس إن لو الكابتن الخطيب ماسك الزمالي مش هيبقى كده مش هيبقى كده لو الكابتن الخطيب ماسك الزمالي فنزل بيان نادي الزمالي وقال إن بكرة زي ما النهاردة نزلتلكم الصبح الصبح على الصفحة قلتلكم معلومة مؤكدة الزمالي هيلعب نزل نادي الزمالي بيان منذ قليل من ثلاث وراءات مليان كلام ومليان داش ومليان حاجات مش هوجع دماغكم بيها ولكن الخلاصة حاجتين اللي أنا في متقوم ثلاث وراءات الخلاصة حاجتين الحاجة الأولى إن إحنا هنلعب مطش سيراميكا وطلعنا إيه حنفي ما هو لما الأهلاوي يقولك حنفي الأهلاوي معها أنت فكرك الأهلاوي غلطان لما الأهلاوي يقولك أنت يعني مجلس إدارتك حنفي يبقى الأهلاوي معها أيوة حنفي بيرجع في كلامه حنفي بيرجع في كلامه فاللي أنا فهمته من البيان اللي نزله الزمالي منذ قليل أني مجلس الإدارة هيلعب مطش سيراميكا بكرة واللعيبة دخلت مع أسكر النهاردة والأوتوبيس اتحرك والدنيا تمام والدنيا زبادي خلاط والدنيا زي الفن الحاجة الثانية اللي أنا في امتهى من البيان أني عاملين بيتكلموا أصل الناس واللي فاتوا يعني تلقيح على المجلس الماضي بيلقاحوا على المجلس اللي فاتوا كلكم زي بعض أنت بتلقيح على مين ما هو المجلس اللي فاتوا خرب الدنيا والمجلس ده خرب الدنيا أنتوا كلكم خربتوا وجمهور الزمالك هو اللي بيدفع التمن جمهور الزمالك هو اللي بيدفع التمن اللي فاتوا انخربوها واللي موجودين خربوها ما فيش مجلس إدارة عدل الواحد يدعمه ما فيش بس في حاجة مهم أعاوز أقولها لكم جمهوري الأهلي عشان لما حد يقولك حنفي اللايف ده اللي مش هيحضره خسر كتير اللايف ده تحديدا اللي مش هيحضره خسر كتير عشان كده بطلب من حضراتكم لايك وشير او ما تعملش لايك وشير اسمع الكلمتين اللي جايين دول عجبوك اعمل لايك وشير ما عجبوكش ما تعملش لايك وشير واخرج من اللايف شفت بقى اسمع الكلمتين دول جمهور الاهلي الصبح الصبح في المدرجات صالح سليم مش نسينه تمام حلو امام عشور مش عاوزينه الله على كرامة جمهور الاهلي رفضين امام عشور عشان مبادئ النادي الاهلي عشان اهانة كابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي وكابتن احمد شبير وغلط في كل رموز النادي الاهلي الله على جمهور النادي الاهلي برافو في المدرجات مش نسين امام عشور مش نسين اللي عملوا فينا فمجلس الادارة تعقد مع امام عشور رح جمهور الاهلي بالليل مطبل لقدارته امه الحراء امه المشطشط امه الجامد امه اللي مش عارف ايه تمام اذا جمهور الاهلي ماشي ورق دارته ولا تضلين امين حلو تعالى بقى تفرج على العظمة اللي بيعملها جمهور النادي الزمالك ادارة النادي الزمالك طلعت حنفي زي ما اخوتك الاهلوية بيقولولك صح فعلا مجلس دارة الزمالك لان جمهور عنده كرامة حتى لو مجلس الادارة حنفي فانا كجمهور مش حنفي انا دكر ورافض الكلام ومش هقايد هذا الهزل وهذا التهريج اللي بتعمله مجلس ادارتنا وعشان كده وعشان احنا جمهور دكر وعشان احنا جمهور عندنا كرامة وعشان احنا جمهور راسنا ما عليهاش بطحة وعشان احنا جمهور يعني مش عايز اقول لا عندنا كرامة قوي احنا جمهور عنده كرامة قوي ربطة ويت نايتس المحترمة نزلت بيان للتاريخ ربطة الوايت نايتس نزلت بيان هقره لحضراتكم دلوقتي مضمون البيان اللي ربطة الوايت نايتس قالوه هقره لكم دلوقتي حالا عشان تعرفوا ان احنا مزاي جمهور الاهل جمهور الاهل الصبح صالح سليم مش نسينه امام عشور مش عاوزينه بالليل امه الحراء امه المشاطشة امه الحراء امه المشاطشة لا جمهور الزمالك مش كده جمهور الزمالك واقف ضد ادارته وبيحارب ادارته وعامل مشكلة مع ادارته بالزبط يا استاذ صبري عزب لسنا قطيعا مثلهم عشان كده احنا بنقول على جمهور الاهل ايه قطيع وقطيع دي مش شتيمة يعني قطيع يعني لما يكون قطيع من الغنم الراجل الرائع بتاعهم بيجيبهم كده وبيجيبهم كده بيوجيهم انما جمهور الزمالك مش قطيع جمهور الزمالك جمهور عظيم جمهور الزمالك جمهور عظيم تعال اقراركم هقرار حضراتكم بيان ويت نايتس بيقول تحدثنا معكم سابقا باننا ندعم قرارات مجلس ادارة الزمالك في حين انها تتوافق مع مصلحة النادي واننا هنا نقف داعمين لاي شخص يعمل لصالح نادينا والحفاظ على حقوقه وحقوق جمهوره واكدنا اننا سنظل داعمين لهذه القرارات ايا كانت الخسائر والنتائج داعمين للقرارات ايا كانت النتائج والخسائر نزلنا درجة تالتة داعمين للقرار نزلنا ربعة خمس عشرة داعمين للقرار ايان كانت الخسائر ما يهمناش عمر ما هيلعبه الدوري بدون زمالك عمر ما هتبقى فيه كرة بدون زمالك عمر ما هيبقى فيه رعاية وفلوس وبس فضائي وتسويق رياضي بدون زمالك تعال اكمل لكم البيان العظيم ولكننا نرى الآن ان الادارة تتراجع عن موقفها وتتخازل عن استكمال موقفها في استرداد حقوق نادينا ولكننا كنا نأمل ان تستكمل الادارة ما بدأته في قرارها للوصول الى مطالبنا فنؤكد كما اكدنا سابقا ان كرامة ومبادئ هذا النادي العظيم هي اهم من اي شيء واي بطولة الله على البيان ولذلك فقد قررنا ان نستكمل ما بدأناه وعدم حضور مباراة الغد اعتراضا على قرار مجلس الادارة وتخازلهم تجاه الزمالك وجماهيره وكما اكدنا مرارا وتكرارا اننا لن نقبل ان نتهاوى امام حقوق نادي الزمالك العظيم مهما كانت الخسائر تحية لبيان وي الوايت نايتس واعضاء الوايت نايتس كنت اتمنى انهم يقولوا ان احنا مش هنحضر ماتش بكرة لا دي لا كنت اتمنى اللي كتب البيان يكتب ايه ونحن لم ولن نحضر اية مباراة قادمة الا لحين الاستجابة لمطالب جمهور الزمالك العظيم انت كده مش رايح بكرة ما انت ممكن تروح الماتش اللي بعد لا انا كنت عايز المدرجات تبقى فادية لنهاية الموسم او للموسم الجديد كنت عايز المدرجات تبقى فادية فكت اتمنى ان احنا نقول ان احنا اعتراضا مش عارف ايه ان احنا مش هنحضر ماتش مش هنحضر اي مباراة قادمة لحين الاستجابة لمطالب نادي الزمالك العظيم عاش اعضاء ربطة الوايت نايتس وعاش جمهور الزمالك العظيم قادي كلام وقادي اللي بيحصل وقادي مجلس ادارة الزمالك المتخازل اللي بيتحقوا علينا ويقولك احنا مشينا عامر حسين وعمر حسين موجود النهاردة في المقصورة بتحقوا عليك عامر حسين ممشيش عامر حسين اجازة يلا خد الانفراد ده عامر حسين اجازة اجازة ممشيش حط الجدول زي ما هو عاوز ومشي اجازة اجازة وانا باعلم من هنا عدم دعمي لمجلس ادارة نادي الزمالك وعدم وقوفي خلف هذا المجلس الا بعد الاستجابة لمطالب جماهير نادي الزمالك ايه مطالب جماهير نادي الزمالك؟ الانسحاب من هذا الدوري المزاريطة الانسحاب من الدوري اللي بيتم توجيهه كل سنة للاهلي الانسحاب من هذه المنظومة اللي بتخدم على الاهلي ربطة الاندية احمد دياب بيخدم على الاهلي جمال علام رئيس الاتحاد بيخدم على الاهلي عامر حسين جندي من جنود النادي الاهلي وصروت سويلة من نفس الكلام كلهم بيخدموا على النادي الاهلي احنا مش كنبارس ده الفارق ما بين جمهور الزمالك وجمهور الاهلي عشان كده بقول لك اسمع الكلمتين دول ولو عجبوك اعمل لايك وشير لان جمهور الاهلي الصبح صالح سليم مش نسينه امام عشور مش عاوزينه الله بالليل امه الحراء امه المشطشط شفت التناقض شف بقى عظمة جمهور الزمالك اللي الصبح مجلس الادارة احنا معاك وخد قرارات اول ما مجلس الادارة بالليل عمل قرارات ضد رغبة الجمهور الجمهور بيقول كلمته ولم ولن ينصاك ورا الادارة هو ده الفارق ما بين جمهور الزمالك العظيم وجمهور الاهلي لما حد يقول لك حنفي سمعوا الكلمتين دول اعمل له منشن اعمل شير في الجروبات اقول له مجلس ادارتي هو اللي حنفي انما انا كجمهور سواء في الشارع في البيت على القهوة في المدرج في شغلي في المواصلات في عربيتي فانا كجمهور مش حنفي لاني ما انسحبتش وانا رافض القرار بتاع مجلس ادارة ناد الزمالك انما انا هعمل ايه انا جمهور مفيش في ايدي قرار اغضب انما انا في في ايدي ان انا اعترد واطلع على السوشيال ميديا بالزبط واطالب كل جمهور الزمالك بكرة اطالب جمهور الزمالك بكرة ما يفتحوش التلفزيون ويعملو خساير للشركة الرائعة ما نتفرجش على التلفزيون بكرة وما نتفرجش على مواطش الزمالك هذا مجلس لا يمثلني ولا يمثل الكثير من جمهور ناد الزمالك جمهور ناد الزمالك ما بياخدش بطولات كتير زي الاهل جمهور ناد الزمالك ما عندوش رعايات كتيرة زي النادي الاهل جمهور ناد الزمالك ما عندوش دولارات زي الاهل جمهور الزمالك ما عندوش رجال اعمال بتوع فرازع الاهل انما جمهور الزمالك عندو اللي اهم من ده كله عندو كرامته عندو كرامته الا كرامة جمهور نادي الزمالك زي الفقير اللي دخلوا على قدو ومعوش فلوس كتيرة ولكن عندو كرامة وعندو عزة نفس تحسبهم اغنياء من التعفف وممكن تلاقي واحد معال فلوس كتيرة لابس بدلة وعندو عربية اخر موديل ومعندوش كرامة ومعندوش دم هو ده جمهور الزمالك اللي تحسبهم اغنياء من التعفف للأسف كنا بندعم المجلس ده للأسف كنا متوسمين خير في هذا المجلس ولكن خزل كل جماهير ومش اقول وايت نايتس لان الوايت نايتس ما جمهور وانت اللي بتفرج عليها جمهور وانا جمهور كلنا جمهور كلنا جمهور باعتذر للاطالة وعاليوتيوب الناس اللي عايزت تابعنا باستمرار عاليوتيوب موجودين يوميا مرتين وثلاثة ياريت بدون يعني بدون مفرد على حد حاجة وياريت استأذن حضراتكم يعني تابعونا على اليوتيوب بنطلع كتير هناك بنقول كلام مهم جدا يعني اتمنى من حضراتكم نروح اليوتيوب نعمل اشتراك في قناة اليوتيوب ونفعل زرار الجرس على الكل عشان لما نطلع يجيلك الاشعار على الموبايل بتاعك اني فيه لايف او فيديو احنا طلعين بنتكلم فيه فاستأذنكم بدون يعني ما نضايقكم يعني ياريت تتابعونا على قناة اليوتيوب ساعدت جدا بكم وان شاء الله اكيد هنتقابل على خير وصحة وسعادة ما تنسوش اللايف ده مهم محتاج جزء اخر من جمهوري الزمانك يسمع الكلام ده فحضرتك مسؤول باللايك والشير اني الكلمتين دول يتسمعوا ولو انت مشترك في جروبات من جروبات نادي الزمالك على الفيسبوك استأذنك تعمل شير على بعض هذه الجروبات عشان صوتنا يكون مسموع ونوصل الرسالة بتاعتنا لكل جماهير الزمالك العظيم ساعدت جدا بكم ان شاء الله دايما نتقابل على خير وسحة وسعادة نشوف حضراتكم على خير ان شاء الله بإذن الله والسلام عليكم مع البسلم شكرا